هلو الله جتنا دعوة من يوبيسوفت ان نروح باريس ونجرب لكم لعبة ديفيجين 2 قبل ما تدل طبعا ديفيجين 2 هي جزء الثاني من لعبة ذات ديفيجين الديفيجين كانت لعبة عالم مفتوح فيها مهمات كثيرة مهمات رئيسية مهمات أيضا جانبية ومميز فيها ان كانت تلعب فيها مع ثلاث من أصحابك يعني تلعبون أربع لعبين في مهمات طول اللعبة تنهون لعبة بهذا الشي من أهم الأشياء اللي لاحظتها في التغيير أن الرسوم صارت أحسن بكثير من جزء الأول ومو بس كده نفس اللعب تغير الجيم بلاي صار أفضل بحيث أن التصويب صار أفضل من جزء الأول ما يجلس لكم كيف أنه أفضل لما تلعبون لعبة تفهمون قصتي ليلعب جزء أول يبيعب جزء ثاني بيقدير يعرف الفرق لكنه صار أفضل وغير كده نفس الأشخاص اللي ضدك اللي هم الأي آي أو خلنا نقول الذكاء الاصطناعي حق العداء صار أشرس وأقوى من قبل وهذا شيء يحمس أكثر ويخليك أنك تطلع استراتيجيات أكثر في اللعب بحيث أنك تحاول تتفوق عليهم قصة اللعبة بشكل مختصر أن عاصمة واشنطن تيمت سيطر عليها من قبل ثلاث فرق مختلفة وطبعا كل واحد من الفرق هذول الأعداء لهم خصائص مميزة فيهم ولهم أماكنهم المحددة وانت لازم تحاول أنك تستوعي هذه الأماكن وترجعها لكم مثل ما كانت أول ومثل الجزء الأول يكون لك قاعدة في اللعبة بحيث أنك تقدر تطورها وتقدر أنك تسوي تصنع أسلع هناك وتطور من نفسك فيها القاعدة هي تعتبر البيت الأبيض الأمريكي من هم التغييرات الجيدة في اللعبة أنه صار فيه أسلحة مساعدة أو أدوات مساعدة مثل قنبلة اللي تمشي يكون منها ثلاث أنواع واحدة تكون تنفجر من نفسها واحدة يكون إذا قرب العدو تنفجر واحدة تلحق العدو لما تنفجر معه وأيضا التورت اللي يعتبر زي المسدس تحطه ويطلق من نفسه فيه نوع يكون زي الرشاشة وفيه نوع يكون زي السنايبر طبعا أنا أخذت النوع زي السنايبر وزي ما تشوفوا بالشاشة فيه أسلحة كثيرة أو خنقول أدوات كثيرة كانت مغلقة لكن هذا زي ما تشوفوا هذا التورت والحن بأخذ سلاحة اللي هو النوع زي السنايبر وصير استخدمها في القتال جدا مفيد وجدا رهيب طبعا اللعبة كلها تقدر تلعبها بلاعب واحد الحالك وتقدر تخلصها كلها مغير مساعدة أي شخص لكن طبعا فيه مهمات تحتاج ناشي تساعدونك فهذا تقدر تستخدم ناس من الأولاين بحيث أنك تسوي الماتش ميكينج أنك تدور أشخاص تلعب معهم لكن الأفضل أن يكون عندك ثلاث أصحاب أنك تلعب معهم دائما عشان كذا بكل بساطة تدعون بعض وبعد تتلعون برد تتقابلون زي ما تشوفون الحين وحين أنا قابلت الأصحاب اللي يلعب معهم موجودين هذا قدام يقعد يرقصون حركات رهيبة وماذا ترون هنا اللعبة فيها عالم مفتوح مثل ما قدتكم عنها فهيكون في مناطق كثيرة تستخدمون عليها وستكشفونها هنا واحدة من المناطق التي زي ما قلت لكم فرقة واحدة من الفرق الأشرار التي تستولوا عليها الفرقة هنا اسمها الهينز أو الضباع وطبعا لهم مكانهم الخاص ولهم طريقاتهم الخاصة وأسلحتهم الخاصة وهذا يعطي تنوع أكثر في اللعب قدام بحيث أن كل فرقة لها خاصية مميزة فيها ولازم تطلع استراتيجيات خاصة فيهم بحيث أنك تقدر تهزمهم وتستولي على الأماكن اللي هم مسيطرين عليها وهي خبركم مهمة سريعة كيف نسويها نبدأ بالمهمة أن تفتح الباب وندخل مع التيم كله هذا باب المهمة طبعا أول ما تدخل هنا رح يكون دنجن مغلق يعني مكان مغلق في المهمة فقط تخلصونها مع بعض طبعا بداية كل مهمة وخو نقول عن ملاطق معينة داخل مهمة بعد يكون فيه ريستوك بحيث أنك تعبي الرصاص اللي يفوتك ستقولوني الرصاص جدا مهم هنا خاصة أنك لما تطلق كثير على الأعداء رح يخلص عليك فتصير تحتاجه طبعا أهمشي في اللعبة أنك مصير تعاون بتام بينك وبين أصحابك يعني هنا لسه ما بدينا قلنا بنخطط بسويش كيف نبدأ فيها طبعا واحد منهم هجم بسرعة ما يقصر وتوهقنا معنا لكن قدرنا نهزموه بحيث أن أنا قمت أركز أكثر شي على الهد شط في اللعبة وهذا شي حلو أن اللعبة في نقاط ضعف الأعداء بحيث أن أحيان يكون لابس درع ولازم تضربه بالهد في رأسه بحيث أن يموت وأيضا كما ترون يأتي من اليمين وليصار في كل مكان يعني بيكون في حماس كبير في اللعبة ويكون في تناوع كثير والأعداء ما هو غضياء يعني فعلا إذا شفوك الأعداء أنك تهجب عليهم من قدام رح يحاولون يجون من ورا بحيث أنهم يحاولون أنهم يصدون عليك الطريق وهذا شي جدا كان يحمس قدام زي ما تشوفون وطبعا وطبعا لوت سيستم زي ما قلت لكم كل ما يطيح على العدو تأخذوا مننا آيتم بحيث سلاح نادر أحيانا يكون أحيانا يكون رصاص وزي كذا وهنا مش هنا قدام في المهمة وتطورتهم أكثر وصارت أصعب زي ما تشوفون بحيث أنه صار المكان أكبر وصار فيه أعداء في كل مكان خاصة فيه أعداد جدد جا زي هذا اللي عنده السلاح التورت اللي ما يخلص طبعا بتفناه بالرأس ومات وطبعا مثل ما قلت لكم أهم عنصر هنا هو التعاون بينكم وبين أصحابك بحيث أن يكون عندكم نقطة اتصال بحيث أن يكون لكم تقولون لبعض أن تروح هنا أن تروح هنا بهذا الشي جدا ممتع في اللعبة وهذا الشي بيخليكم تقدرون تسيطرون على المناطق الكثيرة وأيضا تخلصون دناجن أو خون قول مهمات مرة صعبة قدام خواريكم الآن استخدام الأداء اللي كنت أتكلم عنها اللي هي التورت السنايبر سمتشفون قطيته الحين وحين بيطلع التورت الصغير وبعدين أحدث على أي شخص وضع أربي وهو بيطلق من نفسه عليهم والحلو أنه أيضا حتى لو كان واحد ورش دار يخترقه مععرفي شلون بس تضبط الحركة أهم شي كان يميز اللعبة الجزء الأول هي الدارك زونز كانت فيها منطقتين دارك زونز وكانت عبارة عن منطقة يكون فيها اللاعبين يهجمون ضد بعض يعني أنت تتحاوش مع ناس أونلاين ضدك بحيث أنك تسرقون من نفسكم أدوات وجمعون أشياء في الدارك زون نفسها لكن للأسف كانت مشكلتها أنه يكون في تفاوت كثير في القدرات وتفاوت كثير في خنقل نوع السلاح والقوة وهذا الشي كان يخرب جدا على اللاعبين خاصة المستجدين اللعبة ومو بس كذا في ناس كانوا يسوون كامبينج أو أنهم يخيمون في مناطق معينة بحيث أن كل شخص يصير للرسبون أو أن يرجع للحياة عرضوا ليقتلونا وهذا الشي كان يضايق كثير للعبين المستجدين في اللعبة عشان كذا يوبيسوفت تسوى التطويرات كثيرة في دارك زونز بحيث أنها تحسن اللعب للعبين خاصة المستجدين عشان كذا أي شخص الحين يسوي كامبينج في الدارك زون راح يطلع له خنقل عداء ما عارف يشون صراحة أنهم يكون أليين ولا يكونون ناس من الفئات الثانية ما ندري ما عارف صراحة لكن العارف أنه يهجمون عليهم وبحيث أنه يقتلونهم على طول يكونوا المرة قوية لفلهم عالي عساس يعاقبونه منهم لا يخيمون مرة ثانية في المكان هذا ويبعدونهم عن فكرة التقييم بتاتا وأيضا يبيسوفط طلعت حل جديد لفكرة أن تفاوت الأسلحة وتفاوت الليفلات بين اللاعبين في الدارك زون بحيث أنه صار فيه ثلاثة دارك زون في اللعبة واحدة منهم فقط يكون اسمها أكيوبيت أكيوبيت معنى أن تكون فيها كل القوارين مسموحة معدل كامبينج طبعا لكن يكون في كل القوارين مسموحة من ناحية أن كل الليفلات حقية اللاعبين يجبونها مع نفسهم مع بعض يجبون لفلاتهم وأيضا يجبون الأسلحة القوية حقيتهم وكل الليفلات تعتمد على سلاحك وعلى قوتك أنتك كشخص في اللعبة لكن الدارك زون الثانية ثنتين الباقية رح تكون كل الأسلحة وكل الليفلات ستاندرد وكلهم لفل واحد يعني لو عندك سلاح مسدس لفل تسعين واحد عنده لفل عشرة إذا دخلت الدارك زون كلكم رح يعتمد على قوة السلاح نفسها مش قوة الليفل يعني السلاح الدامج حقه رح يكون منطقي شوي بحيث أنه يصير فيه تكافؤ في اللعبة وهذه طبعا بتكون في الدارك زون الثنتين الباقية غير الأوكيوبايت الأوكيوبايت رح تكون واحد أكيوبايت وتختلف بين فترة لفترة بحيث أن يصير فيه تبديل تلقائي أن اليوم الأوكيوبايت كذا بكرة بيكون الأوكيوبايت في مكان ثاني للأسف ما خلونا نوريكم أي شيء عن الدارك زونز لأنه ما خلونا نلعبها لكن قاعد تكلمها عنكم بشكل العام عشان تكون تخذون فكرة كبيرة عن الدارك زونز كيف حسنوها في اللعبة خصونا من أكثر أشياء الناس عجبتهم بالجزء الأول أما الحين خلونا ننتقل إلى الاند جيم الجزء الأول كان جميل في كل شيء رهيب معد الاند جيم الاند جيم كان فاضي يعني من كثر ما حطوا فيه محتوى لكن ما كان يكفي لللاعبين بحيث أنهم فقط قموا يركزون على الدارك زونز في النهاية وتركوا اللعبة لأنه فعلا ما كان في محتوى كافي لكن يوبيسوفت عالجت هذه المشكلة وركزت عليها بحيث أنه خلت الاند جيم عبارة عن طور جديد هو ما هو طور تختاره لكن طور بيفتح لك لما تخلص القصة الرئيسية بحيث أنه لما تخلص القصة الرئيسية وتهزم كل الثلاثة فاكشنز راح يجي حاجة جديدة ما بيحرقها عليكم لكن اللي بيتعرفونه أنه راح تنظاف مهمات جديدة وكل اللي سويتوه في اللعبة ستوري مود راح يصير لتطوير بحيث أن الأماكن اللي خلستوها راح تصير أماكن أصعب وأشياء جديدة تنظاف من ناحية المهمات ومن ناحية الأشياء قاعد حاود تكلم ما بيحرق عليكم فكرة لنا جدا ممتازة صراحة وأتمنى أن أتعجبكم متأكد أن ما أحرقوها الناس عليكم أتمنى بس لاجي قصير ما بيحرقوكم علينا فعلا فكرة مرة رهيبة فزي ما تشبوا أنا الحين قاعد ألعب بالإند جيم طبعا لما توصل الإند جيم لو توصل لفل ثلاثين في اللعب حقك راح يجيك اختيارات تختار أنك تسوي لك واحدة من اختيارات ثلاثة أو أخو نقول تخصيصات ثلاثة اللي هم السوربايفولست السوربايفولست هذا طبعا يعتبر شخص يعتمد أكثر شيء على الترابس أو الأفخاخ في كل مكان وأيضا سلاحه الرئيسي راح يكون الكرسبو اللي هو السهم اللي ينطلق وثاني تخصص هو الديمولونيشست الديمولونيشست هذا شخص يفجر لك كل شيء مهمته أنه يفجر المفجر اسمه بحيث أنه يقدر يسوي أكثر دمار شامل يقدر عليه وطبعا السلاح الأساسي حقه راح يكون القرناد لونشر وهذا الشيء تقدر تسخدمه بحيث أنك تدمر العداء بشكل غير طبيعي وآخر التخصص راح يكون الشارب شوتر وهذا التخصص اللي أنا جربته قدامكم تشوفونا ولعبته جدد سمتعت فيه هذا التخصص خاص بالسنايبر إذا أنت شخص تحب تسوي سنايبر من بعيد مثل أنا فبيعجبك مرة التخصص هذا بحيث أنه وطبعا السلاح الرئيسي أو السلاح القوي في هذا التخصص هو السنايبر رايفل القوي اللي تشوفونا قدامكم وهذه ثلاثة تخصصات هي ما هي تخصصات بحيث أنك تمسك واحد وخلاص تسع بعد ثانين تقدر تستخدمهم ثلاثتهم تقدر تخصب فيهم ثلاثتهم لكن الفرق هنا أن تخيلوا عبارة عن قدراتكم عبارة عن هرم ينبني وفي قمة الهرم راح يكون واحد من تخصصات تختاروهم عشان كذا لما تختار تخصص الأفضل لأنك تمسك فيه وتلعب فيه طبعا نشجعكم لكم تجربون تخصصات ثانية بحيث تشوفون أي شي اللي ناسب لكم أكثر مع اللاعبين لكن طبعا مثل العاب الثانية زي العاب الموبو ولأشياء هذه لازم يكون عندك تانك لازم يكون عندك هيلر ولأشياء هذه هنا أيضا ينطبق على نفس الشي يكون عندك واحد شرب شوتر يكون عندك ديموليشن في الموجدين وأيضا يكون عندك طبعا التخصص الثالث حق الترابس وطبعا في الاند جيم زي ما تشوفون المرحلة بتكون صعبة صدقوني لما أقول لكم صعبة بتكون صعبة جدا 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 متنا كثير هنا وحنا نحن خلص المهمة هذا يعني وحوش من كل مكان يجون لأنهم الأعداء أصلا أقويا فهذا شيء حمزك أكثر في الاند جيم وهذا واحد من الدناج الفرعية الموجودة حتى ما هي رئيسية يعني لسه في قصة رئيسية لازم تخلصها في الاند جيم وأيضا دناج ثانية متفرعة ومو بس كده يوبيسوفت رح تدعم اللعبة بحيث أن أعلنوا أنه سيكون في ثلاث حلقات إبيسود كل حلقة واحدة منهم رح يكون فيها دناج المختلفة أشياء جديدة في اللعبة وطبعا رح يكون أكثر تركيز عنها في الاند جيم اللي ترا قدامكم يعني بيكون في محتوى كثير ومحتوى ضخم أن تستمتعون في اللعبة الأكثر وقت تقدرون عليه وهذا كل شي عندي أقول لكم عن اللعبة سمحوني أول شي أن الأسلوب غريب لأن الأمانة لما جربت اللعبة هناك وصار في تشات بين اللعبين معاهم اكتشفت أن تركيز كان أنت مدد لا يروح أو أو لا لا بتموت زي كذا فما ينفع أبدا أن يصلكم فيديو زي كذا فعشان كذا فضلت أن أصيلكم بطريقة أن أشرح لكم كل الأشياء الموجودة في اللعبة ويكون عندكم فكرة أكبر للعبة ولا تنسون في أيضا بيتا خلق البيتا اللي يسوى طلب مسبق للعبة راح يكون في يوم الخميس هذا من 7 فبراير إلى 11 فبراير فعشان كذا اطلبت اللعبة مسبقا عشان تقدر تدخل البيتا ويجرب اللعبة نفس توقع انك تطلب منهم البيتا وهم يعطونك إياه إذا كان في إمكانية و لسه باقي منهم عداد منها ومثل ما قلت لكم هذا كان كل شي يمكن تكلم معنا عن لعبة division 2 قلوا لي كيف الحماس عندكم هل زاد هل وفيت كم بالكلام كله إذا عندك ما يسهل أكتوب تحت في الكومتز ورح نجاوبكم عليها بإذن الله بصوص اللعبة اللعبة رح تصدر في تاريخ مارس 15 2019 وبإذن الله الخميس هذا رح ألعب لكم البيتا على يوتيوب ترو جيمينج بث مباشر حي يعني رح تكونوا معي وتسألوني أسئلة إذا حاجت تعرفون الأشياء أكتر للعبة وأيضا نتحمس أن نخلص المهمات مع بعض كما حياتكم العافية ومتابعة مع السلامة